يعني هنقول الفترة اللي لنادل أهلي تكرر له نفس السيناريو أعتقد إنه بقى فيه خبرات إنه إحنا نقدر نتعامل مع المواقف دي إزاي النادل أهلي داتي عنده فرقتين كاملي وهتيجي بتدعمات في دلات الشتوية طبيعية ما فيهش كلام النواقص اللي موجودة ده طبعاً من لجنة الكورة والمدير الفني مستر كولر هيختار اللي هو محتاجه الإصابات اللي كانت موجودة الأهلي كان في السنة اللي فاتت 28 العيب 28 العيب كانت مستشفة النادل أهلي اللي خارج داخل واللي داخل خارج اللي بيخف بيرجع تاني إصابات تاول كانت إصابات كتيرة اللي عيبة كتيرة ومحمود بن تولي إحنا بنقول يحافظوا على نفسهم نفسي أقول لحاجة بس يا سيد أحمد مهمة جداً من خلال برنامجك نفس الجمهور ما يضغطش على عيبة النادل أهلي هو أصلاً مضغوط هو بيأمل وبيتمنى انت شاف إن الجمهور بيضغط كابتن عمر نهدى نهدى ما فيش حد بيتمنى الفشل ما فيش حد بيتمنى أن يخسر بس يعني أنا إيه نعد يعني مساعدة ما تدلنا الموسم ده حتى بعد التعادل مع فيوتشر أنا شايف إن الجمهور الحقيقة يس هو أنا عايز أقول إيه في حاجتين ما فيش أي ضغط الجمهور علاقته باللاعب الإنجاز أيوه وإسم النادي هو رقم واحد مظبوط اللاعب يفصل علاقته بالجمهور بالتعامل مع السوشيال ميديا ما تتكلمش خليك تملي مركز في اللي أنت فيه سمعنا كلام كتير على العيبة كتير افصل ده وركز في شغلك وبس أنت تعاملت مع ضغط جماهيري مباشر في المدرجات مظبوط يعني الجمهور بيحضر تدريبة فبيقول اللي هو عايزه جمهور بيحضر في المتش في المدرج بيقول اللي هو عايزه ده تعاملك مع الجماهير الجيل ده ما شافش ده الجيل ده ما شافش جمهور في المدرج الجيل ده شايف جمهور على واقع وهمي على واقع افتراضي على واقع أنا أسف في كلمة مدفوع وممنهج أغلبه أغلبه ممنهج يعني في ناس ما تتحرك مفتعل مفتعل من مين وغرضه وإيه وهدف وإيه دي قصة تانية فأنا اللي مش بقدر أستوعبه إزاي السوشال ميديا تكون بمثل ضغطة ممكن تبقى بالنسبة للجمهور دي قصة تانية لكن بالنسبة للعيبة ليه ممكن السوشال ميديا تبقى عنصر ضغطة عليه هقول لك على حاجة أنا مقتلع أن اللعيبة يعني من خبرات كبات الفريق اللي موجودة وكبار الفريق يقدروا يلموا الموقف بهدوء جدا أي موقف بتحصل له إحنا ما كناش بنخرج بره غرفة كابتن صالح غير لما كابتن شبير الكابتن ألعب صادق وكبار الفريق وياخدوا قراره كابتن أسامة إحنا خرجنا نسانا اللي تقال جوه ما يطلعش أي كلمة نشتغل على ده المكسب بيولد مكسب بيقلل النقد يخلي الناس إحنا كان أيامنا ما كانش فيها لقنوات متعددة والصحافة دلوقتي بقيت المواقع أكتر بكتير بكتير من الصحاف معاتش بيقرى جرايد كله بيقرى المواقع كلمة مكتوبة سوزاحمد عمل إيه لابس إيه سوى إيه جاب إيه إحنا بمفكر نادل أهلي أنتو كالعيبة حس أنك أمور اللي حواليك دي مفتعلة افصل ما بينك وما بين الأمور اللي بتبقى حواليك فكر في التحقيق فكل ما هتحقق كل ما هيقل الضغط كل ما هتحقق كل ما هيقل الضغط كل ما هتحقق كل ما الضغط هتحول لك إنجاز أنت بتحقق الصعوبات الضغوط اللي حواليك واللي الناس بتتكلم عن لعب لعب هيكلم عن سيد أحمد هيكلم عن عمرة هيكلم عن محمد عن سين صدعين أنت تخليك في الإنجاز اللي أنت بتعمله مجرد أنك عملته خلاص ما حدش هيتكلم هيحصل سكون تاني عشان يقوم من تاني البطولات انت هنقول كلمة من ناحية ساعة مستر كولر جه ست أسابيع قالك بتكلموني عن الملف رقم واحد هو مبارات الصوبر وقال لما كسب روحنا في حتة تاني الدكتور والعالم أنا لا بحب المبالغة قوي كده بالزبط كده ولا بحب التشاؤم قوي جده أنا بحب حاجة واحدة إنه بنيد الأهل من طبعه الكيان ده مفيش حد بيتدخل في أي أمور تخص غير النجاحات انت كلاعيب بتحقق نجاحات والمدير الفني بيحقق طموح من خلالك كنجاحات اللي انت عاملها والنادي الأهلي بيتوج أكثر ما هو متوج من المتحف اللي موجود من البطولات نزودها